بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب دلوقتي هنبدأ نتكلم في تفصيل في 8 نقاط اللي هنكلمنا عليهم قبل كده قصة احنا بس بنعمل اجمالا كده زي يقولوا عادة صياغة للعنوين الرئيسية طبعا هنكلم في كلام ده كله هنعيد عليه تاني بالعربي يعني انا لقيت بعض المواقع مترجمة القصة دي وطبعا اللي احنا اتكلمنا عليه التسعتاشر ميار اللي فات لدول ده مجلة بزنس انسايدر طبعا مجالة مشهورة جدا واحترافية عن مستوى العالم حاجة عاملة كده زي السين لان في مجال الاخبار دي بزنس انسايدر دي نمر واحد تقريبا في البزنس فلاقيت في موقع ما شاء الله نترجم القصة دي اسمه نجاح نت فانا اخدت السكريبت بتاعهم وقعدت صياغته بشكل ما وحابدأ اعرضه على حضراتك تاني بشكل ايه عام يعني اللي فهم المعايير اللي فاتت بشكل كويس ممكن يباستون او مسلا ممكن يعدي الفيديو ده بس ما نصحوش لانه طبعا فيه كلمات كتير جدا محتاج يرجحها يعني مهم هم التمنقضوا العبارة عن ايه دي دي نصائق عام ما زي نقوله مهم جدا ان كل ايميل تبعت له رسالة واحدة اساسية محددة وثابتة هتحاول تستوفي التساعتاشر مايار اللي تكلمنا عليهم تحاول تعييز صياغتهم هتبدأ تكتب السبجيكت لاين عادة انا برضو عاوزك تحط في زينا كده انك عشان تطلع بسبجيكت لاين اه مؤثر اه وتعتمده خليني اقول المفتاح ده اه انت محتاج تكتب تعدل في السبجيكت لاين اتا اقل لي عشرين مرة مستوى فهتكتب سبجيكت لاين رئيسي تبدأ تعدل فيه تعدل فيه تعدل فيه لحد ما توصل للايه للفورميولا النهائية الفورميولا النهائية دي هتبدأ تاخدها وتبدأ تجرب بقى تعمل اللي كلمنا عليها بعد كده تمام طيب المفروض العنوان الرئيسي ده يعبر عن الايميل كله طبعا احنا الايميل المفروض ان احنا بعد كده هنكتب احنا بقول لك لازم تبقى بريف تكتبش تفاصيل كتير كلمنا عليها بمضب اهي لسه جاي اهي خلي الايميل بسيط ولزيز وخلي سبجيكت بسيط ولزيز اه اجود سبجيكت لاين از الراون تلاتين كاراكتر لوني تمام طب ليه تلاتين كاراكتر على الرغم من ان الديسكتوب او مسلا لو انت فاتح من عالكمبيوتر السطر كله بيبس ستين طبعا الناس اللي كتمركز معي قبل كده هيقولك اه عشان الموبايل لان الموبايل التلاتين حرش دول يا دوبك بيبان فانت على قد ما تقدر خليهم تلاتين اه تلاتين سبجيكت لاين بجانب ما تنساش ان فيه جنبهم هيتبقى اسم الايميل اللي انت حطه يعني انت كاتب الايميل بتاعك ما برمجه ان هو سيء مثلا زي ايميل بتال فهتلاقي ايميل بتال يطلع كده الاسم الوحده وبعدين بعد كده يجي سبجيكت لاين تمام زي مسلا اي شركة اه اه احترافية هنفترق جو دادي نمشي لما يجي الايميل يبعد لك يجي لك جو دادي وبعد كده يجي السبجيكت اللي هو ايه محدده خليك واضح يعني ايه ما تبقىش تقول كده يعني لازم بفيك واضح كويس يعني بتستخدم في الايميلات عشان بس الكلام دا ما بيباش زي نقوله كده مش كويس ولكن بتستخدم لتقصير عدد الحروف بس مهم جدا انك تبقى ايه واضح قل له انت عاوز تعمل ايه او قل له انت عاوزه يعمل ايه كويس يعني ايه لما تيجي تقول مثلا زي الحروف الكبيرة دي مفيش حيث اسمها في الانلاين كويس لما تيجي تقول مثلا اه اه يعني في كلمات كده بتبقى ايه اللي بيسموها او الكلمات البيعة بزيادة كويس يقول لك مثلا اه مش عارف ايه الكلام دا 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 اوورد اه وينر كويس انت لو شغال في مثلا في الماركتينج او شغال في الايميلاد وانت مهتم او شغال في البزنس فانت اقول لي اكيد هتسمع مين اللي هو الوينر دا تمام فانت زي يجي يقول لك ما تنساش الملحوظة دي في البزنس مهمة جدا يعني ايه يعني الموضوع دا حلو قوي الكلام اللي بيتقال لدرجة انه ما ينفعش يبقى صح كويس ما يجيش تقول لي مثلا زي موست بروستابل اه موبايل ابليكيشن يعني افضل اه موبايل ابليكيشن ارباحا على مستوى التاريخ كويس او مستوى العالم ما هو مش محدش يقدر يحسبها كده ومحدش يقدر يعني يحدد ان هو غير لو كان حاجة معلنة يعني تمام طيب بعد كده افويت سبام فلتر بعد كده افويت سبام فلتر اه تريجر يعني not only do words like this turn turn away users but they will also trigger سبام فلتر كويس يعني في بعض الكلمات لما في بعض الكلمات لما تيجي تحطها في في الايميلات في الايميل سوبجيك مش بس الناس مش هتفتح اه يعني هتقلل ال open rate كويس لا ده كمان هتبدأ اللي هو في عندنا حاجة اسمها في في جوجل فيلترز او في البرامج نفسها او في ال smtd او في برامج الارسال بتاعة الايميلات زي جوجل مسلا او الجيميل او كده بيبقى عندها سنسورز حاطينه بعض الكلمات اه مسلا زي discount كويس او offer الكلمات دي في الغالب في الغالب بتبقى بتنبه السيرفرات دي ان دي رسائل اعلانات وبتبقى سبام كويس فبيحطها لك على سبام كويس كوانتيفاي فاليو اميل سرجلت لانتو ود نمبرز اند اه انزم هاب اه هير كليك سرو ريت اه ذان زوز وزوت يعني ايه حط رقم يعني يجي يقولك مسلا اه افضل تلات اختيارات لشراء سيارة عشانية اتنين وعشرين كويس مجرد ان في رقم الناس تبدأ تقولك اه بقى عندها التارجت مش ان هي تفتح الايميل لعندها تارجت ان هي تفهم ايه هم التلات اختيارات او تعرف ايه هم التلات اختيارات او الناس بدأت تحط معايير ازاي عشان تقيس الاختيارات ليه لان هو دلوقتي حنفترض ان انا سي مثلا اعاوز اشتري عربية فجالي ايميل يقولك افضل تلات اختيارات آآ لشراء سيارة جديدة عشين اتنين وعشرين او شراء سيارة مستعمالة عشرين اتنين وعشرين. كويس? طيب فانا دلوقتي بغض النظر انا مقتنع بالايميل ولا مش مقتنع به. كويس? او مهتم بالشراء منه ولا مش مهتم بالشراء منه. انا محتاج اتعلم انا النفسي ايه هما التلات اختيارات دول اللي ابدأ من خلالهم. لما اشوف سيارة مستعمالة عاوز اشتريها ابدأ اشوف انا حفحص السيارة دي بناء على ايه. كويس? فانا محتاج اعرف التلات اختيارات عشان كده. فده بيعلي جدا اللي بيسموها لايه? الـ click through rate. كمان مش الـ open rate لا الـ click through rate تماما. طب ليه click through rate? لان انا احب اكاتب الاستراكت جوه الايميل تلات اربع سطور. وبعدين اشرح لو اقول له المعايير الابلاني كزا المعايير التاني كزا. والمعايير التالت كزا. ولمزيد من التفاصيل دوس على رابط التالي. كويس? طيب. يعني ايما ايه? انك لو عندك القدرة انك تحدد اسمه او اسم الشركة بتاعته في الـ subject line. اه فرصة الـ open rate بتبقى عالية جدا. don't be afraid of emoji. ما تخافش من قصة الـ emoji. يعني ايه? انك تحط مثلا اه شكل هلال اه شكل اه ستار او شكل ايلكتريك او شكل اه او اي ان كانت الكلم ده. انا بتكلم يعني ستة وخمسين في المية. مش بس ان هو بينضغط على الرابط بتاع الـ open rate لا ده بتضغط كمانا على الرابط اللي داخل الـ email. تمام? طيب خلينا ناخد كده واحدة واحدة انا بس جايب لك بعض من الكتاب اللي انا حرفقه لحضراتكم اللي هو الكتاب بتاع الـ hubspot ده دية من الـ hubspot. حضراتكم ممكن تدخل تسجل عليه عادي بس انا حابب استعارض بشكل يعني يعني. هنا عشان تبقى فاهم يعني ايه? اهم حاجة فيه انه بيحددك مسلا ده دي يعني مسلا دي عنوين اه امثلة اعلانية تمام? اه بيسموها دعائية يعني. اه زهاني بوت اه اه جيت خمسلاشر في المية اوف. كويس? هو هنا بعت عن اوف اللي هي بعت عن اوفر وبعت عن دسكاونت خلي بالك. تمام? وحط رقم وهنا ده اه ده اسم شركة مسلا. او وحطت اموجي. انا عاوزك بس ايه? تبدأ تشوف. طيب انا مسلا سي عاوز اعمل اعلان انا كمان. عاوز اعمل اعلان بالعربي ولا بالانجليزي قصة تختلف. فانت هنعمل اعلان بالانجليزي مسلا حبدأ اشوف الكلام ده كده. آآ سوندرا. لاست دي او دروبس عشرين في المية آآ اوف. كويس? آآ مش عارف اكسترا خمسة وعشرين في المية اوف. تمام? طيب هنا مش عارف اف تبدأ تختار. خلي بالك كله هنا حريص جدا انه يبعت عن كلمة ديسكاونت. يبعت عن كلمة اوفر. يبعت عن مش عارف ايه. ليه? زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب. ابتو تمانين. وانت لو ما لاحز تقريبا تقريبا كلهم فيهم ارقام. ادي ستاشر. ادي خمسة تلاتين. ادي تمانين. ادي تسعة وتلاتين. ادي خمسين. ادي خمسة وعشرين. بص. ادي ما فيهاش. بس احطيتها كلها كابسلوك. دي حاجة ما معرفش يعني. ولكن هنا خمسين. هنا خمسة فانت تبدأ تبص. اه ده فعلا الناس دي يعني ملتزمة بالمعايير اللي بتحطها. لانه واضح المعايير دي بتفرق. فانت ركز بقى في النقطة دي. طيب. نموذك تاني. اه هنا مثلا عندك. طيب. خلي بالك بين بوينت سبجيك تقول ايه? بين بوينت اللي هو عنصر الالم. تمام? هما في السايكولوجي بتاع الحياة الانسانية. زماننا احنا كنا بشغل في التدريب بتاع مثلا تطوير الذات او كان عندنا قاعدة بيسميها كده. بيسميها كويس? 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 يعني ايه? اللي هو بيقول لك. ان الحياة البشرية كلها او النفس البشرية كلها بتعيش حياتها بناء على حاج تاني. يا اما البعد عن الالم يا اما الرغبة في الايه? في المتعة. كويس? فانا بيجي يقول لك انك بتيجي تكتب في في السبجيكت انك بتحل اه المشكلة بتاعت الالم او تستعرض مشكلة الالم. يعني هو كده بيحلله ايه? المشكلة ايا كده ما معرفش ايه كلمة دي بصراحة. كويس? هنا برضو الاسم. بتكلم في حل. كويس? هي نفس المعنى. فتبدأ تشوف القصة دي كلها واحدة واحدة. طيب. خلي بالك البروموشنال هنا كان كلها ارقام. هنا مفيش ولا واحدة فيها ارقام. انت لازم تخط الكلام ده في زهنك ايه. تمام? طبعا انا حساب لك الكتاب تقعد تذكرهم وتقراهم وتبدأ تفهم. طبعا هم هنا بيشرحوا المعاني فانا عاوزك برضو تتذكر هو الكتاب مش كتير يعني احنا مكلم هم مية نقطة فبس تقريبا في ستاشر صفحة. هنا مثلا فول اوب سردجيكت. يعني لما يجي يبعط لك اول ايميل طب الايميل اللي بعده هتبعط له ايه? طيب هي دي للمعاني بقى بيسموا الفول اوب. كويس مش احنا قلنا احنا حط مثلا ماركتين كامبيل اللي الايميل هتبدأ تحط تلات اربع خمس ايميالات. بتبعتونه خلال شهر او شهرين زي ما انت بتحدد. انت بتبقى رسم الخريطة. نفس القصة. مسلا هنا شايف رقمية. كويس? طيب. اه برضو ما عرفش يعني انا يمكن انا عشان الثقافة بتاعتي عربية ما بلتفيتش اوي بالمعنى ده. ولكن هم ممكن بره اللي بالنسبة لهم التسعة دولار. عشان يعمل ما بتبقىش حاجة يعني التسعة دولار ده زي يقولوا كده بيشتري بيها عصير وحاجة ساعة. كويس? فالقصة هنا مهمة جدا يعني. طيب. خلينا ندخل في تفاصيل اكتر بقى. عشان ناخد برضو بعض الايجزامبل. اه ايميل سبجيك. ايجزامبل فور سامر كام فور نيو مسلم. مسلا. ده كان مطلوب مني ان هو معمول مسلا للناس المسلمين الجدد. اه في امريكا وفي كندا. محتاجين نحط بعض الايه السبجيك. طبعا هنا ده البروتوتيب. يعني ده اول نموذج. كويس? يعني ايه اول نموذج اللي هو اللي احنا المفروض نقعد نشتغل عليه عشرين تعديل وفي الاخر نبدأ نعمل بعد كده. ولكن ركز هنا. طيب يعني ايه? في تلق طرق معانا اللي هو ابروت اه اور ابروت كام. ده اه بيسموه البروت كام اللي هو المعسكر اه خارج الدول. كويس? خارج الدول اللي انت فيها. كويس? بيساعد المسلمين لشحن اه عائلاتهم لشحن ايمانيات عائلاتهم. كويس? طبعا هنا طويل جدا. اه محتاجين نقصره فمحتاجين نعمل له باختصارات. طبعا في كلمات كده كتير. find what you are looking for. اه. you are looking for to protect your muslims family. كويس? اه يعني يعني عاوزك تلاقي الحاجات اللي انت لازم تحمي بها عائلة. عاد يعني العرض ده عاد بناء على الطلبات الشديدة. اه عشرين اتنين وعشرين اسطنبول ارابيك كام راوند. مسلا اللي هو مسلا سنة عشرين وعشرين. هنفترض ان الكامب ده معمول في اسطنبول في تركيا. على اساس ان هي اه معدل الطيران سريع جدا. وفي نفس الوقت هي بلد سياحية اصلا. الاجانب بيحبوا يزوروها. وفي نفس الوقت هي بلد اسلامية. فده ممكن يكون في الموضوع. انت طبعا ممكن تعملها مسلا دبي ارابيك كام براوند. او ممكن تعملها كايرو ارابيك اه كام براوند. زي ما انت عاوز يعني. انت مدعو. اه ستارتاب ساكسس اسطنبول كام مش عارف ايه. اه 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 بتيجي تقول له لا ده انا عازك تيجي منتاشي بقى ومستعد ومنتاشي وكذا يعني. اه 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 وكذا يعني. طيب فاصبح ان انت دي نهمازك معينة. طبعا ده البروتو طيب زي ما قلنا بتبدأ تزود عليه تزود عليه ارقام. تقلله. اه تقلل عدد الحروف. اه تعيد صياغة. بس انت عرفت انت الاتجاه ماشي ازاي. طيب. اه الايميل كوبيرايد بقى. عبارة عن ايه? انك بتكتب مثلا ايميل او صياغة بالمحتوى الايميل. الهدف الرئيسي من المحتوى ده انه هو بيعلي نزلة التحويل بتاعة العميل. كويس? العميل اللي بيارى الايميل بيبدأ ياخد قرار انه يزور موقعك او ان هو يبدأ يسجل او ان هو يبدأ يدوس على الرابط عشان يبدأ يشوف التفاصيل العرض بتاعك او يبدأ يسجل في النيوزليتر او يبدأ يكتل الايميل بتاعه او يبعت لك الارقام التلفونات وهكذا كويس? اه اه زي ما بيقولك اهو. الكونفرجن ده ممكن يكون رد على رسالة اي ساين اوب انه يسجل في في موقع معين انه ياخد فترة تجربة او ممكن يروح يزور موقعك وهي ارى المقالة اللي انت كاتبها اين كانت. اي ايميل اه او كوبيرايت اه كوبيرايت للايميل او محتوى اه ايميل يكون هدفه انه يحقق نتيجة من المتاج دي. فعشان كده الطبيعي المضمون انك قبل ما تيجي تكتب اه كوبيرايت او تطلب كوبيرايت لازم تبقى محدد انت عاوز ايه? كويس? دي نقطة مهمة جدا. اه خلينا ناخد بقى السبع افكار كده عامة. السبع افكار بشكل اه يعني واضح يعني. اه اول حاجة مهم جدا تجعله واضح وضقيق ده اللي احنا اتكلمنا عليه. توجيه الرسالة باسم العميل. اتكلمنا عليه. نقم بتضمين موعد نهائي في موعد الرسالة. ده عشان احنا فيه عندنا قاعدة احنا نتكلم عليه. اتكلمنا عليه قبل كده في التسويق في في الدبلومات اللي التسويق المتكامل في الجزء الاول يعني اللي احنا نسميها فومو. اف او ام او. اللي بيسموها او دي ثقافة معانة بتستخدم باستمرار. قصة انك بتحاول تحسس العميل انه هو خلاص العرض ده حيتير من ايدك لو ما مسجلش دلوقتي. بيسموها فيل او الخوف من ضيع العرض. كويس? فدي نقطة مهمة جدا هدفها انك بتحدد الموعد. استخدام الروز التعبيري اللي هي زي الايموجي. استخدام الارقام والخصومات في العنوان. اه استغلال ايجابية الدليل الاجتماعي. قصة السوشيال بقى اللي هي ايه? اللي هو بيسموها يعني السوشيال بروف. انك بتحسسه ان هو واحد من مئة الف. كويس? اه انضم لقافلة المئة الف عميل. اه مش عارف. اه فرصتك لتربح جائزة اه العميل رقم مليون. فهم قصدي? فقصة اصبحت ان هو ايه? اه استغلال ايجابية الدليل الاجتماعي اللي بيسموها تضمين العروض والخصومات في العنوين. اه رسائل بريد الالكتروني. بس ما تجيش تقول له او 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 الكلام ده كله عشان الكلام ده بيتصنى في سبام. فبتكتب زي ما قولنا خمسين في المية او او الكلام ده. والكلام ده كان واضح جدا في عرض الرسائل بتاعة البروموشن اللي انت هتاخدها مثلا في الكتاب اللي هو بتاع الهب سبوت. طيب. وبعدين بنبدأ نتكلم بقى بعد كده في اه اللي اعطائك بعض الافكار الاضافية. خلينا نتكلم مثلا دي بعض المقترحات اللي الموجودة يعني. يجي قولك احصل على دفتر صور مجاني غير محدود. مزيد من الصفحات. شاركة اه شاتر فلاي دي التصفير. شاتر فلاي دي شركة مصورة جدا. اه في حاجة في موقع ازاي اسمها اه شاتر اه شاتر فوتو. يعني ده موقع اه تصوير. في موقع رح واخد نفس الفكرة بقولك احصل على دفتر صور مجاني غير محدود. يعني كأنك معاك اه زي اه حساب على الموقع بتاعهم. عليه مجموعة من الصور كتير جدا. الصور دي ممكن تستخدمها في اه في الاميلات تستخدمها في في الويب سايت بتاعك. لان كل صورة من الصور دي لها كوبيرايت ولو موجود على الموقع بتاعك ممكن الموقع ياخد اه اقوبة من جوجل ويتحجب اه في النشر وهي كسو. تمام? اه مسلا من الاعلانات الجميلة جدا رحلة ام هدية? هل انت عاوز تاخدها كرحلة ولا هتخدها كهدية? حسم اللي هو خصم حسب بقى اللغة بتاعتك. خصم يصل الى تلتمية دولار وينتهي ده. كويس? شركة اي اف لرحلات مسلا. اه خصم تلتمية دولار فتخيل انت مسلا تبدأ تقول تلتمية دولار انا مسلا الرحلة لو انا عامل حساب ان هي الف دولار. تلتمية دولار يعني سبعمائة دولار اه يعني انا هدفعها سبعمائة بس ده رقم كبير جدا. العنوان الجو مخيف في الخارج. اه مص معينة خمس دولارات للبقاء في الداخل. كويس. فاصبح ان انت بتكلم في ايه? اه 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 قصة الصياغة بقى. انه طبعا هنا الترجمة الترجمة مش اه اه مش احترافية قوي. ده دي من العروض اللي كانت موجودة على موقع النجاح نت بس هي ايه? القصة ان انت تقدر تفهم من خلال الكلام ده. انت ممكن تاخد من هنا كلمتين احصل على دفتر صور مجاني او احصل على اه هدية. تمام? اه خصم يصل الى تلتمية دولار او خصم تلتمية دولار. تمام? هل انت بتبدأ تفكر يصل الى تلتمية دولار ده معناها ان فيه ممكن تعمل خصم مرة خمسين ومرة سبعين ومرة تسعين ومرة ميتين ومرة تلتمية. كويس? كلمة يصل هنا اه يعني حميتك من حاجات كتير. انا لو كتبت خصم تلتمية دولار معناه كده ان هو لو حيشتري منتج باتلتمية وخمسين هياخده خصم تلتمية دولار. في اصدقى. فاصبح ان هنا ايه اه تكتب خصم يصل الى تلتمية دولار معناها ان هو ممكن لو اشترى المنتج باتلتمية دولار اه ان هو ياخد الخصم خمسة دولار بس. تمام? فاتة بتبقى عملها زي يسموها سكيلينج يعني. او حتى ما اخدش خصم لانه مش كل العروض عليها خصومات مثلا. نفس قصة احمر شفاة مشتعل. دي ترجمة حرفية لشنل. شنل ده اه طبعا دي براند اه سيدات مشهور جدا فرنسي. فلما يجي يقول لك احمر شفاة مشتعل. وهو يكون باعت للعملاء السيدات بتوع اللي هم اه اه اصلا بيسألوا على احمر شفاة او اشتروا قبل كده من احمر شفاة من الويب ستور بتاعهم او اي ان كانت قصة او كانوا باعتوا اسئلة لان طبعا ده شنل دي حاجة براند دولي فلاك انت تخيل مسلا ممكن يكون عنده الخاصة بالكوزموتيكس. ممكن تكون اكتر من مليون سيدة مثلا. فلكن انت تخيل اما يجي يبعت لمليون سيدة دولي احمر شفاة مشتاعي. طب تخيل حاجة من البيعات ممكن يوصل نصف مليون اه مبيعة في الاسبوع ومسا. هل تعرف مدى اهمية هزا شركة للتأمين? فده مسلا سؤال. الاسئلة بتبقى برضو بيسموها محفزة للمعرفة. ولكن القصة اه مهم جدا اكتب ببعت لعميل الصحب. اشعلي سهراتك القادمة فساتين حفلات الرائجة معروضة لان البيع. كويس. قصة ايه برضو? اه شركة وش. وش دي طبعا حاجة صينية كان بديل لامازون. بس طبعا مشكلة وش ان هي ممكن اه المنتجات بتاعتها بتبقى ريفابرش. عشان كده بتبقى برخيصة جدا. دي فابرش معادة اه ازا بسموها كده معادة التجديد. يعني ممكن يكون مسلا زي ده فستان كان اه مصنع كبير جدا انتج مسلا اه عشر تلاف قطعة من الفستان. كويس? ففيه مسلا مية قطعة من الفستان. اه السستة بتاعته بايزة. او فيه مشكلة في التطريب او 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 اه في حاجة اه مسلا خطأ في الخياطة في حتى ما تخطيتش. فالمصنع اصلا لان خط الانتاج مجرد انه يعيد تشغيل خط الانتاج عشان مية قطعة. تكلفة القطعة بقت عليها غالية جدا. فبيعمل ايه? فبيبيع المية قطعة دول. اه بسعر اه يعني زي بيقولوا كده بيحسب تمن التكلفة التخلص منه. يعني انا هفترض ان انا هتخلص منه هتخلص منه ازاي? هحرقه? هرميه? اه مش عارف ايه. فبيعتبر ان ايه تكلفة. كويس? فبيعرضهم للبيع بتمن التكلفة التخلص منه. لانه مش هينفعي ناس ده اللي قليهم اسم. كويس? فبياخد المية قطعة دول مصنع من المصانع اللي هي الصغيرة. ويبدأ يشتغل عليهم هو يصلح التعديلات اللي فيهم. ويعرض التصميم ده. فمسلا تكلفة الفستان ده لو الف دولار. هنفترض فيه فستين كده فعلا او اكثر كمان. الف دولار. ممكن الراجل يبيحها المصنع يبيحها مثلا بخمسين دولار. فعلا يعني الفستان واحد. فصاحب المصنع بقى اللي هو الصغير اشترى الفستان بخمسين دولار. ورح معدله ومزبطه وحطت عليه خمسين دولار كمان. بقت مية دولار. فالمنتج اللي ب الف دولار بيتعرض بمية دولار. ويتباعها وزي بيروح على وش. وش ده موقع اللي هو اللي تتكلمنا عليه. موقع الصين. طيب لكتابة موضوع رسائل بريدك الالكتروني. قبل ان نصل لنتاج التفصيلية فنراجع بعض الاساسيات. ايه هي مثلا احنا عندنا سبع ناصر تكلمنا عليهم قبل كده بحاجات كتير. ولكن خلينا نتكلم بشكل اجمال. اول حاجة طبعا الحاح. لازم تحسس العميل انك ما انتش نسيه. انك بتفكره كل شوية وبتابعه كل شوية. اه هي ولكن في في الايميل نفسه بتحسسه ان انت ايه? هو بقى مش انا كل شوية ببعتلك وكده. او اه ابدأ اتحرك او اخد قرار دلوقتي. اللي احنا بتسميك كولتو اكشن. تمام? وعبارة تستخدم في عنوان البريد الالكتروني. تذكرنا بعبارات التجارة الكلاسيكية مثل التصرف الان. ورغم انه من غير الضروري استخدام هزي اللي هو في محتوى خاصاتك لان انا اكد على ان طلب التواصل عاجل بكلمات قليلة في عنوان بريد الالكتروني يمكن ان نشجع القراءة. ليه? ان العميلة عادة يا جماعة من كتر ما دي اقرى بيانات وكتر ما بيطلع الايميلات بيبقى خليني يقول تاية. يعني تاية. ما هوش عارف اتعاوز منه ايه. فانت لازم تعرفه اه هو مطلوب منه ما يعمل ايه. يعني زي ما قلنا سجل الان اشترك الان اه اه يعني اضغط على رابط الان اه استعرض صفحة الاية تصرف الاية الاية كانت الموقع. كويس? فمهم جدا ان بتاعك او الايميل يحتوي على طابع الحاح. ادي له امر ينفزه. كويس? احترافك ان الامر ما يكونش زي بيقوله كده فالجر ما يكونش يعني ايه مزعج للعميل. يكون سهل يعني زي بيقوله كده يعدي بسهولة يعني. تمام? النقطة التانية الفضول. تنجح العالمين في بعض الاحيان بسبب قدرتها على ايصال الرسالة. وزي اللي يبقى انتوش الى القارب انه سيستفيد من قراءة هذي الرسالة. او انه حتى انه مهم من انه يقرى هذي الرسالة. وطبعا من الحاجات المشهورة جدا بتاعها عالي جدا لما زي ما قلنا الحاجات اللي يجي اللي تتبعات لك باسم مسلا اه او بايونير. كويس? فيجي مسلا يجي قولك اه حسابك تم غلقه. كويس? فانت ليه? حساب اصلا على بيبال وليه فلوس? يعني انت فيه فلوس عاوز تفحك. يعني ليك فلوس على بيبال? هنضطرد الف دولار مية دولار اي ان كانت قسط. فمي يجي قولك ساسميندن فلوسك راح. فانت بتدوس على الرابط عشان تعرف. يجي قولك والله ان الحساب كذا بسبب ان فيه محاولة اختراق تمت على على الحساب بتاعك. فانحنا اه بعتنا لك كود التأكيد ده. واللي تحفظ على حسابك ادوة على الرابط الخليج. فانت ببساطة بتروح دايس على الرابط. الرابط ده بيبقى عبارة عن ان هو زي ما يقوله كده بينزل لك فيروس عالجهاز بيسحب الباسورد بتاع الايميل بتاعك. وهو كده قريدي سرق الحساب. سرق الحساب بتاعك بتاع الايميل. وبالتالي سرق حساب الايه? البيبال بتاعك. تمام? طيب فاحنا بنعمل ايه? مهم جدا انه ما تضغطش على الرابط دي. ولازم جاي ما قولنا تدخل تشوف الايميل اللي مبعوت منه. الايميل ده لو مكتوب ات بيبال دوت كوم. يعني الايميل اللي مبعوت عبارة عن مسلا اه رقم وبعدين ات بيبال دوت كوم ده ايميل رسمي. كويس? فتبدأ تبعت لبيبال نفسهم او تدخل على حسابك تشوفه فعلا مقفول ولا لا. النقطة التالتة العروض. الفائطة اللي بتستخدم في العروض ان الناس بتحب الاشياء فعلا والتجربة الجديدة. دي قاعدة عامة. كويس? عشان كده فيه اونلاين لما نيجي نتكلم بعد كده على الفيسبوك وانت بتعمل اعلانات على جوجل ادورد او على فيسبوك. كويس? في حاجة اسمها من 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 اهتمامات العملاء بيسموها بيسموها آآ اونلاين شوبر. يعني فيه ناس بتحب تشتري اونلاين او عندها قابلية انها تشتري اونلاين. تقعد تتفرج كده على الموبايل او تقعد تتفرج على الويب سايت. فلما تشوف تشوف منتج معين هي عارفة مأساتها بتختار المأسات. وهي ارصلا معها فيزا فبتبدأ تسجل فيزا هي مسجلة فيزا اونلاين تاك 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 بيدخل يخلص. فدي بقصة العروض. ففيه ناس اونلاين شوبر. بس غالبية الناس بتحب الاشياء الجديدة والتجارة الجديدة. فلولا يتعرض مناسب بتبدأ ايه? تتفرج عليه او بتدور عليه او بتسأل عليه ومش باقي تشتريها. طيب بعد كده النقطة الرابعة التخصيص. على قد ما تقدر تحاول تخصص سوى انت بتبعت لاسم شركة فلازم تحط اسمها في العنوان نفسه. العنوان البريد او تحط اسم الشخص او تحط اسم اللي انت جاي من طريقك اللي هو معروف بالنسبة للشركة وهي كسب. طيب النقطة الخمسة الملاءمة حسن التوقيع. لازم تبقى عارف ان انت مثلا افترض انت شركة موجودة في دبي. تمام? فالشركة دي انت بتبعت ايميلات لان انت عندك منتج على امازون. تمام? فانت بتبعت ايميلات اللي عملة ممكن يشتروا مسلا من امريكا. فانت لو بتبعت مسلا ايميل الساعة اتناشر الضخر في دبي. فهو ده معناها ان تقريبا الساعة تسعة بالليل في امريكا. فانت لو بتبعت بيزنس ايميل ما تبعت ليش انا مش شغال في امريكا الساعة تسعة. تمام? غير كده ان الساعة تسعة بالليل لحد الساعة تسعة الصبح لما انا اكون على مكتبي في امريكا واجه افتح الايميل بتاعي. اه ممكن يكون جيه بعدي ست سبعة عشرة عشرين تلاتين اربعين ايميل. كلهم او كلهم اعلانات تانية. فانا الايميل بتاعي هيتوف وسط الايميلات دي. طيب فانت مهم جدا انك تركز ان العميل بتاعك على قد ما تقدر يكون الايميل بتاعك في اواء الاميالات او في اواءل الايميلات اللي فوق. يعني ايه? هنفترض ان هو بيبقى موجود على مكتبه الساعة تمانية ونصف. فانت حاول تزبط موعيد رسالك ان يتكون ان هو الايميل يوصلو على الايميل على الايميل بتاع الساعة تمانية الصبح. got weiß? هو بيفتح الايميل الساعة تمانية ونصف. ده معنى ايه؟ انو اول ما يفتح الايميل الصبح ساعة تمانية ونصف. اه حيلاقي الايميلات اللي جات له متأخر الاول. يعني اللي نسه جايا له دلوقتي طازة زين يولو. تمام? حيلاقي الايميل الساعة بتاع الساعة تمانية او رب اجيه. والايميل بتاع الساعة. فهتلاقي انت الايميل بتاعك رقم اتنين او تلاتة وبش بعد يكون رقم واحد. فده مهم جدا انك تختار الوقت. حسن التوقيت. حسب بتاع الدولان. التعرف على الاسم. اه زي ما قولنا قصة الانفلونسر. اه زي اللي البتال واي كزا. ببارد ان اللي البتال يبيعات الايميل انا هو ما يبيعات ليش شخصية. بس انا مسجل وانا مسجل في بتاعته. فمهتم اعرف ايه المعلومات اللي بيقوله. تمام? فبرده نفس القصة احدد الاسم الشركة اللي انت ببعت لها او اسم الشخص على قد ما تقدر. وطبعا ده هياخد منك وقت وحيبقى في يعني ازعيك ولكن بيعلي الوبريت والكليكسور الوبريت جدا. بيحقق مبيعة سريعة يعني. طيب النقطة السابعة. القصص المؤيزة. على قد ما تقدر خلي الوبريت عبارة عن حدوثة صغيرة. عبارة عن اه تجربة شخصية ليك. عبارة عن تجربة شخصية العميل. او حتى انك بتيجي تقول للعميل ان المنتج ده واخد اعلى ريبيوهات او اعلى تقييمات اه في خلال السنة اللي فاتت. كويس? حاول تخلي ان في قصة مختلفة للعميل هيستفيد منها اه على مستوى الشخصي. يعني ايه? هو مش بقيدي ياخد القصة دي. مش هيجي هو ياخد القصة دي مسلا ويروح يشتري بيها. لا. هياخد القصة دي ويقعد في قاعدة معينة مسلا مع زميله في البزنس. يبدأ يحكي له بتخيله ان انا قريت مقالة بتقول كذا 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 كذا. هي تقول حاول تبني كوبيرايت حاول تبني قصة حاول تبني ايميل. العميل يستفيد منه. مش لازم انه يستفيد منه على مستوى الشخصي انه يشتري المنتج بس. لا. انه يستفيد منه ان هو يقعد يحكي القصة دي مع زميله يعني. تمام? ده بيعمل لك بيعمل لك مراحل من البيع مختلفة تمام. خصوصا لو قدرت يعني تغرز اسم المنتج بتاعك في القصة. ان هو هتلاقيه يفتكر. ده انا هجالي ايميل من منتج اسمه كذا الشركة بتقول كذا. وبيحكيوا كذا 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 كذا. فاصبح ان هو بيعمل لك وبيعمل لك تسويق من غير ما انت ايه? تزعج نفسك يعني. طيب. المرحلة اللي بعد كده. حنتكلم على التساطاش النصيح ده اللي كنت بتكلم عليهم. شرحناه مابل كده بتوع البزنس انسايدر. ده موقع اسمه النجاح نت. موقع مختلف جدا. هم ترجموا المقالة طبعا مع بعض التعديلات والصياغة وكده. ولكن خلينا يعني نعد عليهم بسرعة. زي ما قلنا اجعل العيوان قصيرا وانجزبا واتكلمنا على قصة اللي هو عدد الحروف. احنا قلنا ان عبارة عن ستين حرف. قول لو فيهم عشر حروف انت هتخدم عشان اللي هو اسم الرسالة بتاعتك. ودي احنا هنتكلم عليها بعد كده ازاي ازاي تزبطها يعني. فحيبقى فضلك خمسين حرف. ولكن الخمسين حرف دول موجودين فين? موجودين على الديسكتوب. موجودين على الكمبيوتر. كويس? طيب لما تيجي تتفرج لما يجي تفتح الايميل بتاعك من على الموبايل. هنفصلت ان الراجل ده راكب سيارته او راكب مع السواق او راكب موصلات. فتح الايميلات عشان ينجز وقته. فايميل عشان يباني كل ما ينفعش ان هي تزيد عن تلاتين حرف مع بتاع الايميل. فزي ما قلنا. سواع سبعين فين مرسال بريد الكتروني تفتح على ايه? على هاتف المحمول. فدي معنى مهم جدا. النقطة التانية كلمنا عليه قبل كده برضو. اجي على علوان قصير هنا كذبا. وجذبا. ابعد بقى عن قضية رقم الطلب ان دي بيتبان قوي في قضية الصبورت بتاع اه سيه مسلا النمشيب او اي اه اه شركة من الشركات دي بتبعت رقم الطلب بتاعك في في عنوان الرسالة. بس هو انت لان انت باعت وعندك مشكلة فهم ازي ما قلو كده بيتدلعوا عليك. مش مركزين في النقطة دي. تمام? المهم اه اه مهم جدا انك تجي على عنوان قصير وجه الزبا. وده احتراف شديد. وعشان كده احنا خلي بالك احنا تكلمنا عليه دلوقتي فوق تساعتين او تلات ساعات قضية تختار العنوان بس. ليه? لان سبعين في المية من نجاحك في حملة الايميل انك تكتب عنوان كويس. بغض النظر على اي حاجة تانية بقى. كويس? طيب اه بعد كده خلينا نتكلم. نقطة التانية او التالتة. استخدم اسم مألوف. زي ما قلنا اسم الشخص نفس او اسم الشركة. دي شرحنا قبل كده بالتفصيل. اه بقيت القصة بيجي يقولك مسلا. طبعا الكلام ده انا انا حبيت اجيبه بالترجمة زي ما هو. عشان اه الناس اللي كان عندها مشكلة في الانجليزي زي ما اتكلمت. اه يعني جبته مترجم زي ما هو يعني. طيب. اه ده اجمالا في قضية الاسم المألوف. تجنب ان تضع بدلا من اسم المرسل عبارة عدم الرد او يعني في ناس كتير جدا بتبقى عاملة الايميل اللي بقوا عاملين الايميل احنا بنسميه اه زي الايميل بتاع البوقات اللي هو بتبعت منه وما ينفعش استقبل منه. كويس ليه? لان هو اه انا ببعت منه مثلا الف ايميل في اليوم. فمش هينفع استقبل ردود عليه لان الموضوع هيبقى موضوع جدا. فبيبدأ اقول له مثلا لمزيد من التواصل ادخل على الموقع. فالموقع بيبقى فيه بقى كزا حاجة يعني. انت عاوز تبعت للصابورت تدخل على الصابورت. فكأنه هو بيوزع المهام اه لوحده. ما ينفعش ان انا كل الناس تبعتلي على الانفو او تبعتلي على نور بلاي. مجرد ان هو يكتب نور بلاي كده معناها ان الايميل مش مهم. وان الايميل ده يعني بمش موجه لقى انا مخصوص فعادي برميه بقى مش قلقم منو يعني طيب. وايه كمان نفس القصة شايف? بيبقى Iv stark. company.com او مسلا اسم شركتك بيبقى مجدد fantasy. فبرضو ما نصحكش بيها. نفس المعنى اشايف ان ايه النجاح نت هو ده الموقع انا انا التزمت المعنى مهم جدا ولكن هو بيجي وقول لك تجربة ان هما جربوا انه كتبوا محمد من النجاح نت ان الكاسمر سابورت بتاعهم اسم محمد من النجاح نت كان اداه افضل بكتير جدا من انك تكتب النجاح نت بس كويس فاصمح ان هنا ليه لان قصة قصة مش برسوناليز بس انك تحسس العميل ان في شخص بيكلمك افضل من انك تحسسه ان فيه بيكلمك كويس انه بيحس ان هو يقدر يتواصل معي بشكل عمليا النقطة الرابعة زي ما قلنا استغنى من الرموز المميزة للتخصيص زي الاموجي وهكذا طبعا مشروحة بالتفصيل نفس القصة هنا مثلا يجي يقول لك بعض الكلمات مثل انت او خاصاتك يعني انت او يور فاميلي او يور كامبني كويس فبتحسسه ان الموضوع موجه ليه هو تحديدا ان العرض ده مخصص ليه تمام قسم خوائمك قديس سبسكرايبر اه ما تبقاش عمل كل العملاء بتوعك في قائمة واحدة ليه لان مهم جدا تقدر تحدد انت حطت كتاب مثلا وبجمع قائمة عملة للكتاب بتاع الماركن وعمل كتاب تاني للمبيعات وعمل كتاب تالت هدية مثلا وعمل كتاب تالت للتسويع عن طريق الواتساب وعمل كتاب رابع للتسويع عن طريق الايميل وعمل كتاب خامس عن مشاري ايه فكل قائمة من هنا انت هدفك انك تقبر قائمة العملة لو قدرت توصل في الاولانية الخمس تلاف عميل والتانية تلات تلاف عميل. والقايمة التالتة الفين عميل. والقايمة الرابعة سبعة تلاف عميل. انت كده بقى عندك لستة. ممكن يكون نفس العميل متسجل في الاربع اميليات او خمس اميليات. كويس? فمش مشكلة. ولكن انت عارف انه مهتم بالنيتش ده. كويس? طيب هي نفس القصة هنا برضو ايه? اه يعني انا برضو حابب اجيبها لك زي ما هي. اه يعني ايه تقدر هي هتلاقي موجودة في الباوربوينت. طيب النقطة ستة لاتقدم عقودا زائفة. في ناس كتير جدا بتقدم عقود فعلا اه بتبقى مزعجة جدا. انا مرة اتعرض علي في الامارات جالي عرض اه كان اعلان فيسبوك ممول. اه مسلا كان تليفون ساعتها هواوي كان تامنه تقريبا في حدود اه الف دولار. كويس? الف دولار يعني تقريبا ما كانش كتير قوي يعني كان تلات تلاف او اربعة تلاف درهم. كويس? فجيت ان العرض اه بدل ما هو اربعة تلاف درهم عرض وستمائة درهم. كويس? فانا مش فاهم. انا فعلا طلبت الوردر والوردر جالي على البيض. فانا فبسأل الرجل بتاع الشحن. قلت له هو انا ايه اللي ضمني ان العلبة دي ما فيهاش الموبايل? ان الشحن ده ما فيهوش الموبايل وفيه حجر ده اه يعني جوه العلبة. قال لي ما عارفش حضرك لازم تدفع لي مصاريف الشحن دلوقتي اه انت لو استلامت الوردر خلاص. هتدفع لي فلوس ودلوقتي كان انا عملتها حتى تدفع عند الاتلام. فقلت له طبعا انا قال لي لأ حضرتك اه ما ينفعش تفتح الوردر. اه لو هترجع الوردر ادفع لي مصاريف الشحن. كويس? فانا طبعا خفت دفعته المصاريف الشحن ورجعته. يعني انا قلت زي ما قوله كده اخسارها رايبة ولا اخسارها بعيدة. على رغم انه كان عرض انا معرفش ممكن يكون كويس بس ما فتحتهوش. فاصبح انها فيه قعودة زائفة. وطبعا عملت اه دعوة او مش دعوة اشتكيت في الشرطة او كده. وبعد كده مسكوا الشركة واكتشفوا ان هو بيحطوا موبايلات تانية. القصة يعني بتبقى الموضوع مش اه هم اخواننا الهنود ما بيبوش اه وما نقر في حاجات كتير يعني. تمام? اه اخبرهم عن محتوى البريد. في العنوان المهم جدا ان انت اه تعرفوا هو المحتوى. بتوفر عليه وقت انت بتحسس به يعني. طيب اه اختر الوقت المناسب زي ما قولنا اتكلمنا عليها في الموضوع ده بالتفصيل. استخدم لغة موجزة. ما تحاولش بقى تشرح كتير. لان في ناس تبقى يعني تفصيلية جدا وتحليلية جدا. وتلاقي بتكتب عنوان طويل. لا احاول تخليل اللغة موجزة ودي له فرصة ان هو يتوقع. طويس? بحيس ان هو برضو نفس القصة ان هو اه انه مش قادر يجمع كل الصورة من خلال العنوان لان العنوان موجز. فهيضطر يدوس على الرابط او على الايميل عشان يفتحه. فانت كده بتعلي وبتدي فرصة لنفسك اكتر من خلال المحتوى بتاع الايميل ان هو يبدأ يدوس على الرابط ويحقق النتيجة اللي انت محتاجة. طيب ايه كمان? هو نفس القصة اه زيد ارباحة بالنسبة خمسين في المية. دخلنا قصة الارقام. ابدأ بالافعال تتخذ منحنى عمليا. اه خلي الحاجات اللي انت محتاجها منه في الاول. بحيس انه يعارف انت مطلوب منك ايه? ليه? لان هو انت لو طلبت منه ان هو وهو ما عندوش الثقافة بتاعة التسجيل في مواقع كده. اي موقع هيروح مش هيفتح الايميل. هيحطه بالاسلام او يدلته على طول. يلغي يعني. طيب. فانت بس هو ده التارجت بتاعك. خلاص يبقى مش هو ده العميل. ما تقلقش بقى. يعني فانت عشان كده ايه? وفر على نفسك وفر على نفس الوقت. هو العميل بتاعك. هيحتمل المعنى ده جدا. نفس القصة انا بشرحها هنا بالتفصيل. طيب. تيجي بقى هنا ايجي على الناس يشعرون انهم مميزون. يعني حسسوا ان العرض ده عرض حصري لك. آآ هدياتي لك. انت ما دعو دعوة خاصة. نفس القصة. اخلق شعورا بالاهمية ان دي فرصة زي الفوم وزي ما قلنا دي فرصة وآآ وده عرض حصري وآآ وحاجة مميزة ليك. استخدم الارقام. تكلمنا عليها طبعا بالتفصيل. آآ نفس القصة بتشرح. طبعا بالاحصائيات يعني. اطرح سؤالة مقنعا. فبعد الوقت احنا محتاجين نطرح. سؤالة مقنعا. هل ترتكب اخطاء تحسين محركات البحث هزيه? وبس وبعد تسكت. فهيبدأ يدوس. لانه لو مهتم بالسي او مثلا. هيبدأ يعيز يتعلم. لانه المجال الواسع جدا ومحتاج يفهم اكتب. هيبدأ يتكلم. هل آآ هل ترتكب هزي الافكار آآ في ضبط ميزانية العمل? آآ هل اخطأت هذا الخطأ من قبل? بخصوص آآ آآ التسويق اونلاين? هت مش عارف ايه? هل تم حجب موقعك الالكتروني? هل تم سرقة آآ مثلا حساب الفيسبوك آآ الخاص بك? هل تريد ان تعرف كيف تسترد حسابك الفيسبوك? مهما كان تاريخ اغلاقه? كلامات زي كده يعني. طبعا هي قصة كم يمكنك ان تدفع? آآ كم كم يمكنك ان تتقاضى راتبا شهريا? ما هو اعلى رقم آآ راتب تتخيل ان تتقاضى بناء على مهاراتك? كويس? او احسب آآ مرتبك آآ الذي تستحقه بناء على مهاراتك? كويس? فكل دي مسلا آآ سؤال مخنع وفي نفس الوقت جاذب وفي نفس الوقت الناس كل الناس اللي بيبقى بيدوروا على العمل مهتمين به. تمام? طيب آآ نفس القصة هنا آآ بالتفاصيل يعني. انا مش هستدخل في تفاصيل اكتر انا بس اجيبها عشان الناس تبقى موجود معاها في في الباور بوينت وهكذا. لا تخشى من تقنيم بعض المتع قضية ان هو مسلا ابر كورد ابر اآ دي زي مسلا حاجة زي كده ايه? آآ هكون مطاطة. عن دراف مصجل فيها الان نازل هكون مطاطة. آآ كلمات مصطلحات كده لطيفة فاني. آآ لان فعلا العميل بيبقى فوسط البيزنس مضغوط فمجرد انك تتجيله حتة كده ممكن يحس ان هو ممكن ايه يخرج من ضغط الشغل فيها مجرد ان يرى الايميل بتاعك. تمام? لا تخشى من تقديم اتكلمنا عليها. لا تجعل جميع الحروف كبيرة برضو اتكلمنا عليها وشرحنا بالتفاصيل. طيب آآ لان هو فعلا انت بتكلم انك كأنك بتعلي صوتك عليه. كويس? والناس بتحس انها سبام. لا تضمن سؤالا وتعجبا في العنوان نفسه. ما تحطش سؤال وتعجب في نفس العنوان. كويس? ليه? لان مجرد انك تعمل سؤال العميل بياخده بشكل آآ يعني جدي. يعني بتسأل سؤال ومحتاج اجابة. يا اما محتاج اجابة منه يا اما هو محتاج اجابة على السؤال نا. كويس? فبتحطش على التعجب لان الموضوع التعجب هنا كأنك بتهزر معاك. فما بتباش لطيفة خالص يعني. طيب استخدم نص معينة جذاب. آآ القصة مثلا بتاعت آآ 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 والجيميل والاوتلوك. فانت بتستخدم بيسموها ايه آآ يعني شكله بيعمل ازاي? طيب احنا فيه ادوات كتير جدا بتدي لك القصة دي بعض الكواد البرمجية يعني. احنا عشان نتقاض الموضوع ده انت بتبعت لنفسك ايميل. كويس? قبل ما قبل ما تجرب الحملة بتاعتك بتبعت لنفسك ايميل. ايميل شخصي. وتبدأ تفتح الايميل وتشوف شكل الايميل عملي ازاي? وبتروح تطور تاني من الايميل بتزبط آآ المقاسات الحروف. تنسيء الحروف. لون الخط. شكل الخط. كويس? آآ المفروض الكلام بكل بيتعمل عملي في آآ بفيه برامج او بتساعدك في القصة دي. آآ في منها اونلاين وفي منها برامج مدفوعة. آآ بس القصة ايه? مهم جدا انك تفكر في قصة انك تشوف شكل اليميل هيوصل للمعميل ازاي? تمام? اختبر العنوان الخاص بك زي ما قلنا. تختبروا انك بتعمل في الاخر خلص ايه? بتجرب تبعت المية عميل. المية عميل دول آآ بتبدأ تشوف رد في علوم ايه? هل اروا الاسكيلت ده عجبهم? هل فتحوا الاوب الريت هنا? هل ما فتحوش? آآ هل ضغطوا على الرابط اللي جهوه ولا لا? فانت بتجرب في في العنوان الاولين وعنوان التاني نشوف ايه افضل نتيجة وتكمل عليها. اوكي? نفس القصة ما هو الافضل لجمهورة كان العنوان طويلة او قصيرة تضمين ارقام كل دي معايير اختيار ولازم تحسمها قبل ما تبدأ الحملة بتاعتك. طيب. نفس القصة اخليني الاخص بقى بشكل عام. سبع قواعد مهمة جدا انه اول حاجة لازم تحط الهدف بتاعك. انت محتاجه يعمل محتاجه يعمل محتاجه يعمل ايه? محتاجه يضغطها الرابط محتاجه يشتري محتاجه يسجل محتاجه يحجز مكان. انت لازم تحدث في الاول قبل ما تبدأ كل القصة. اوها تبعت الحملة من جميع ما ترجحها مرة واثنين وتلاتة وتقرأ وتبعت وتجرب تبعت لنفسك وتشوف الدنيا وهكذا. النقطة التالتة يعني انت بتخيل ان في تلتمين مليار رسالة تتبعت كل يوم فالموضوع بيبقى مزعج قوي. خليك مختصر جدا. طبعا ده في المحتوى بتاع الايميل نفسه. كويس? احنا نتكلم في الايميل نفسه. يعني القواعد دي مش في بس تتكلم داخل الايميل نفسه. خلينا اخدهم كده واحدة واحدة. لازم تبحاطة الهدف زي ما قولنا. الهدف ده احنا بنبقى باخدين من السبجك. وهنبقى بنفزه فيهن في النقطة التانية. انك لازم تراجع كل المحتوى مرة واتنين وتلاتة اللي انت بتكتبه. يكون كويس? خليك مختصر جدا. تلات اربع خمس تسطر بالكتير قوي. يكون في رابط او رابطين بالكتير قوي. كويس? هو يفضل ان يكون في فيديو طبعا. وخليك ماشي مع الثقافة بتاعت البراند بتاعك. يعني عن افترض ان انت الشركة بتاعتك البراند بتاعها لونه ازرق. خلي الاعلان كله ازرقات. حتى تصميم الصور ازرقات. حتى الخطوط. اه خليك ماشي بالخطوط اللي البراند بتاعك بيستخدمها. احط اللوجو بتاعك لو تقدرها كزا. كويس? ما تخترقش حاجة جديدة. ده اللي كنا متكلم عليه. ان انت في بعض الويبسايتات بتدي لك قدرة انك تتكلم تعمل بريفيو. شوف اه حجم الايميل هيبقى كويس ولا لا? البنت هيبقى كويس ولا لا? تنسية الايميل هيبقى كويس. الصورة هتبقى ضخمة داخل الايميل ولا لا? كويس? ممكن الصورة تبقى خفيفة جدا. ولكن تطلع مساحتها كبيرة قوي. فتبهم جدا تعمل البريفيو مرة واثنين وثلاثة حتى ما تطلع النتيجة الممتازة قبل ما تبعت الحاملة بتاعتك. طيب. النقطة ستة. مهم جدا انت تبقى محدد بناء على السبجكت اللي انت محدده والهدف اللي انت محدده محدد الكولتو اكشن. يعني انت ممكن تكون عاوز الناس تسجل في رحلة مثلا وتروح عاملهم الان اضغط على الرابط التالي. طيب بس اضغط على الرابط ده مش معناه انه يسجل. لا ما هو لما يروح على الضغط الرابط التالي بيبدأ يروح على الفورن بتاع في التسجيل. كويس? فحسب الكولتو اكشن اللي انت عمله بتشوف الدنيا مشة ازاي. نقطة اه نفس القصة. طيب. دي حاجات احنا بنستخدمها ازا فريز بتساعد الناس ان هي ايه? اه يعني تستعجل في القرار. دولود ناو او تو دي. اه وايد سابلايز لست. اه لاست. وايد سابلايز لاست. اه فور الليمت تايم اونلي. القصة اللي كنا بتكلم عليها اللي هي الفومو. الفيرنج وفمسنج اوت. فدي كلها صياغ معين يعني. طيب. اخر نقطة مهمة جدا اللي هي كيب تسنين. لازم تعيد مرة واثنين وثلاثة التجربة. هتعيد سواء كان في الريفيو. وبعد ما تعيد في الريفيو هتجرب السكريبت الاولاني والسكريبت التاني. النموذج المحتوى الاولاني والمحتوى التاني. نموذج العنوان الاولاني والعنوان التاني. وهكزا. وتبدأ تجرب مرة واثنين وتشوف رد فعلا الناس. هل متفاعل مع الايميل ده ولا لا? العنوان ده جذاب ولا لا? وهكزا. تمام? وخلينا نكمل في فيديو جديد ان شاء الله تفاصيل اكتر عن اه التكنيكس بقى. احنا كده اتكلمنا نظري كتير. فاضلين ببعض الحاجات بس اه نظري. اه بعد كده احنا انا حاسس ان انا غطيت بشكل اه وافي. ممكن يكون انا اسف بعض الناس انزعجت جدا من تكرار. ولكن انا حبيت ان انا عيدت سياغة الموضوع بسبب العربية او الانجليزية عشان الناس تبقى مستوعبة الموضوع بالتفاصيل. لان انت فعلا لو ما فهمناش اللي فات ده. اه اللي جاي كله ولا ليه اي لازم. اللي جاي كله تكنيكس علامك ازاي تجمع على الاقل خمس تلاف ايميل في اليوم. وازاي تعمل لهم وطلع منهم الفين ايميل صالح في نفس النيتش بتاعك. وازاي تبعت لهم كمان. موضوع بسيط جدا. بس هو محتاج تركات يعني. وطبعا هكلمك ازاي تعمل الكلام ده كله مجانة. وطبعا بعد كده هقول لك ازاي تعمله بفلوس لو محتاج. وازاي تعمل سيرفر خاص بيك واس ام تي بي خاص بيك. هتكلم في الموضوع ده. واحدد لك على الريسورسز اللي من الاخر عشان ما تتسرقش يعني. فالموضوع هيبقى وصيد جدا. وتكلفته هتبقى زهيدة قوي. اه لو حبيت تدفع فيه فلوس. ما حبيتش تدفع فلوس. البرنامج ده هيكفيك انك تبعت على الاقل عشر تلاف رسالة شهرية من كل حساب مجاني تعملو في اي مكان يعني. وان شاء الله خير. السلام عليكم.